لأنهم جزء أصيل في المجتمع واللبنت بناء لا يستهن بها في جميع المجالات حرصت الدولة المصرية على إلاء الدعم الكامل لذوي الهمم لتمكينهم في الحياة ودمجهم في المجتمع جهود الدولة جاءت تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم ذوي الهمم والاقتراب من مهاراتهم والاستماع لمطالبهم كل عام من خلال احتفالية قادرون باختلاف توجهات رئاسية دائمة لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم فكونهم جزء لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين تولي الدولة رعاية كبيرة لأصحاب الهمم حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي تمتلك خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة في هذا الشأن بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على سقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع نرى في أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات للسيسنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها وهما عزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بزل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهلية لهم واكتشاف مواهبهم وسقل إبداعاتهم الكامنة الرئيس السيسي أعلن عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تدعم ذوي الهمم ومنها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوي الهمم كذلك تتضمن الحزمة التوسع في مجالات تأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم إضافة إلى التنصيق بين أجهزة الدولة المعنية لسياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لسقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل